هذه الحادثة أحبائي حتى يشجع التلاميذ لأنه موضوع الصلب صلب يسوع المسيح في أورشليم موضوع رهيب جدا ومريع ومخيف أيضا وطبعا يعني مثل ما يقال احتمل الصليب مستهينا بالخزي يعني بالعار والخزي يعني الخز غطى وجه وتخيل وهو على الصليب انزل حتى نؤمن بك طب ما انت ما أمنش لما أقام الأموات وانت نفسك رؤساء الكهنة استخدمت شهود الزور واستخدمت يهود الإسخريوطي ليخون المسيح والآن بتقول انزل يعني حتى قال يسوع وإن قام واحد من الأموات لن يؤمنه مثل ما ذكر نصنع آيات كثيرة فالناقدين والمشككين اللي بحاول يقولك مش منطق ولا منطق كل هاي الأمور سيبقوا حتى نهاية الأيام ولكن هذه الأحداث إذا بتقرأ التسلسل والتناغم بين البشائر وهذه الأحداث أحبائي تنبهر من التفاصيل الدقيقة الكثيرة ولسيما أكتر تفاصيل اللي هي بتتكلم عن صلب وموت يسوع المسيح بس مش هاي النهاية يعني كتير مرات في ناس بقولك يعني ليش المسيح ما حرق الأعداء وليش راح للصليب وكده لا 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 مش هاي نهاية ما حد بيقدر يصلب المسيح هو باختياره راح وكان الموت موت بديلة كفارة من أجلك ومن أجلي دفع ثمن خطيانة ما في إنسان في كل الوجود بتقول لي طب ما هو الله القادر على كل شيء كن فيكون طبعا هو يستطيع أن يقول كن فيكون ولكن هل الله يناقد نفسه وهل الله يناقد صفاته بين العدل أو الرحمة بين القداسة والبر أو بين المحبة فإذا كله يسير بتناغم بتوازن تام لأن عادل لازم إدين الخطيئة ولأنه محب لاء الطريقة المثلة اللي هي كانت بفكر الله الأزلة أن المسيح الكلمة يتخذ جسد في ملء الزمان ويكمل العمل ورجع إلى مكانته الأولى فالمسيح هو كلمة الله المعلن عن الذات الإلهية والذات الإلهية طبعا في شخص يسوع المسيح إذا أحب بقى هاي الحادثة كانت واحدة من أقوى الدعمات لكي يشجع التلميذ بغض النظر أنه أنا رايح للصليم ولكن الموت ما له سلطان علي قام وهزم الموت وهزم القبر وفتح وأنار الحياة والخلود والسماء والطريق إلى الآب لأنه أكمل العمل الكامل هذا هو الشخص اللي بدأ أتبعه هذا الشخص اللي بدأ أعبده هذا المثال الذي أريد أن أقتد به مش أي كلام نحكيه ونرميه ولكن بدون أي أدلة ولا أي إثباتات بالنهاية أقول أحبائي لماذا لا تأتي إلى يسوع المسيح إيه اللي بيمنعك الكتاب المقدس موجود ليه خايف تقرأه قوعك تسمع نصايح اللي بتوديك على جهنم ابحث صلي أنت الآن بينك وبين الرب قولي يا رب افتح عاني وأنا متأكد رح تكتشف يسوع المسيح ربنا يباركك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر